السلام عليكم ازيكم يا حبيبي اعملين اي رب تكونوا بخير وحشتوني كتير النهاردة هنعمل مع بعض كيك البرتقان بمقدير مزبوطة مية في المية وبرضو بتريقة التسوية مزبوطة جدا بصو بقى جبت كده عدد خمسة بيض وكوباية كبيرة كده من السكر طبعا الكوباية اللي هعير اللي عيرتي بها السكر هعير بها كل المقدير السيلة والجفة وجبت كده اتنين باكت من الفانيليا ومعاهم باكت كمان عشان عشان احنا حاطين خمسة خمسة من البيض تمام فحطيت كده تلاتة من الفانيليا تمام وضربتهم كويس جدا في الخلاط لحد ما لونهم فتح وبقى في رغوة كده على الوش تمام هجيب بقى دلوقتي كوباية من عصير البرتقان الفريش البيور من غير مية خالص يعني انا بعمل عصير البرتقان بدون مية تمام وعصرت كده اه البرتقان على العصارة بيبقى افضل بكتير من الخلاط خلاص وحطيت كده كوباية من عصير البرتقان وهجيب وبرضو هضربه كمان اه لحد ما يتجانس كله مع بعض وكده ويبقى فيه هوا كتير اه حطيت اه بصوا بقى جيبت كده كوباية نص كوباية من الزيت نفس الكوباية اللي احنا بنعاير بها كل حاجة تمام تبقى كوباية واحدة معاك وضربت كويس جدا وهجيب بقى اللي باكت من الفروتي البرتقان او اليوسفي يعني اللي تحبين انا بحبها كده ايه يعني اضافة بس واضربتهم كويس جدا في الخلاط لحد ما بقى آآ لون مفاتح جدا زي ما تشايفين كده هجيب بقى دلوقتي الدقيق معايا كوباية كده من الاول واول كوباية كده من الدقيق وهنخلها كويس جدا وبعد كده تاني كوباية وبرضو هنخلها كويس وبعد كده باكت من البكنج بودر اي نوع بكنج بودر عندك وبرضو هنخل كويس وبعد كده نقلب بقى الخليط ده كل كويس جدا لحد ما يتجانس كده مع بعض نجيب بقى كده المضرب في اتجاه واحد ما تغيريش الاتجاه علشان ما تطلعيش الهواء اللي في الكيك اللي احنا ده آآ يعني احنا ده بندخل الكيك آآ واحنا بنضربه في الخلاط تمام لو هتعمليه بالمضرب الكهرباء يبقى تمام بس انا عملتها النهاردة في الخلاط عشان الناس اللي ما عندهمش مضرب وعلشان كمان آآ طريقة سهلة اسهل من المضرب آآ جبت كده معلقة كبيرة من الخل برضو دي اضافة كويسة جدا بتخلي الكيك آآ لونه فاتح ما فيش زفورة من البيت وتجانس كله كده مع بعضه هجيب بقى الصينية يعني معي النهاردة الصينية حجم وسط مقاس ستة وعشرين سواء كانت بقى مستطيلة او مدورة مش هحط النهاردة وراء زبدة آآ حطت كده دهن الزيت دهن تزق الصينية كلها بالزيت وبضرتها بالديق تمام وبعد كده نزلت كده بخليط الكيك آآ كنت عايز اقول لكم ان الصواني الالومنيوم آآ احسن بكتير في التسوية من آآ الصواني الاستانلس او الصواني الجرانيت والكلام ده لانها بتوزع الحرارة كويس جدا بغبط الصينية كده آآ ثلاث خبطات علشان اطلع الهواء الجوة والجوة اللي في الصينية من تحت علشان ما تبقاش عاملة زي العيش بصوا بقى ما شاء الله اللهم بارك حطتها على الرف الاوسط وطلع زي العسل آآ الرف الاوسط على درجة حرارة 180 على حسب درجة حرارة الفرن بتاعك وسبتها بقى تبرد على على بال بقى ما سبتها تبرد آآ في حد كده ما استناش ان انا قطعه فاخد منها بقى الفه انا وشاف هما بيحبوا اعمل لهم كيك برطقان عندي هنا في البيت فبتبقى حلوة جدا هما بيحبوها مني وكده فمش بيستنوا بقى لما قطعها بقى الفه انا وشاف آآ بصوا بقى انا قطعها كده مع بعض وهوريكم بقى ارتفاعها الجميل ده بصوا بقى ما شاء الله مليت الصينية وطلع لونها جميل جدا وعلى فكرة انا ما شغلتش الشواية يعني هو الفرن بس من تحت وآآ لو عندك مروحة في الفرن شغليها وتمام بصوا بقى ما شاء الله اللهم بارك بسم الله ما شاء الله اللهم بارك طلع هشة جدا ومرتفعة وجميلة جدا جدا شايفين مفرغة ازاي بقى الفهنا وشافها ما شاء الله اللهم بارك طلع جميلة جدا زي ما شايفين كده ومرتفعة وهشة وطعمها حلوة جدا وتعم البرتقان وريحة البرتقان كمان فيها ما شاء الله اللهم بارك جربوها بنفس مأدير وبنفس الطريقة المهم كمان طريقة التسوية تكون مزبوطة على درجة حرارة مية وتمانين على الرف الاوسط لو ما عندكيش تايمر اعملي الحرارة تكون متوسطة مش عالية ومش آآ واطية تمام ما شاء الله اللهم بارك يا طلع جميلة جدا وهشة ومش نشفة من الجوانب وزي العسل وهنشوف قلبها دلوقتي آآ ما شاء الله اللهم بارك جميلة جدا ما شاء الله اللي في الصينية من تحت ده من الديق اللي انا بدرتي بالصينية شايفين قلبها ما شاء الله هشة جدا ومفرغ وزي العسل بقى الفهنا اشتركوا في القناة